ترجمة نانسي قنقر أنا ولينا قديش في محبة وفي تعاطف وقديش في قلب مفتوح للقصص الفلسطينية اللي بتنعرض في المغرب المزبوط يعني بنفس الوقت أنا سعيدة وبنفس الوقت يعني بتقدرش تقول إنه إحنا عم نستقبل الإشي بس بفرح يعني اليوم إحنا عايشين تثفاقم شخصية يعني ما بتحس حالك بدك تفرح إلا بتحس حالك كمان مرة غتخبي يعني بالأوضاع اللي عم بتتير وبالأحزان اللي الشعب الفلسطيني عم بعيش هاليوم جائزة الأولى مشي ليا المغرب يعني أنا الشعار ديالي اليوم ما يتجاوز لأنا لأنني أربحت 17 جائزة عبر العالم وما ما ما حسيت بات الإحساس اليوم قلت لي يا عيتي بش عتني تصبح معيش نقدر نبقى نهضرة الغداء لأن هذه الجائزة أول مرة كنا نأخذوها بعد عشرين سنة ما ممكنش نقدر نشرح لكم الإحساس ديالي اليوم وأنا كنقدم هذه الجائزة هذه للمغرب بالسينما المغربية المركز السينمائي التقافة الوزير التقافة الخزانة السينمائية لقاع الناس اللي يقدموا في الخفاء الناس اللي ساوبونا اللي زيتوا غيزات شو الناس اللي يتعاونوا معنا كنقول لهم شكرا جديلا وبالخصوص أقدم هذه الجائزة أيضا لشهداء 1981 لأنني تحددت عليهم في هذا الفيلم شكرا جديلا قصة تكون موصلة للعالم السر اليوم في هذه الجائزة هذه اللي خصنا نحتافظ بها مخصرش مشي للمطار هذا هو أهم حاجة ما سنف الفيلم دالي كنظن أنكم شاهدوه يمكن هو تجربة جديدة مشي موطائقي مشي خيالي هو تجربة من الحياة يعني صورناها عبر سنوات ومن القلب ووصلة للقلب ولجان تختلف عبر العالم والحمد لله دائما هناك جوائد هذا دليل على أن يجب أن نشتغل دائما من القلب ومن تكون فكرة اللي تكون كتفيقنا على الأقل بالتلطة ديال الصباح نأمنوا بيها باش نقدروا نخدموا عليها ولا باسيون الشغف 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 لأن الشغف إلا ما كانش ممكنش تكون تحج من مور الشغف وهاتي اللي كان نقول الشباب اللي كيدرون سينيما في المغرب عفاكم خليوا الشغف معاكم ومتخلوش عدنا غير نجمة واحدة خصنا نخدموا كاملين ونكونوا سودي باش يكونوا عدنا نجمات في المستقبل ولماذا لا؟ إن شاء الله شيء أسكار للمغرب علاش الله شوف هذي الجوائز كاملين 17 جائزة خليهم يسارا وهذه أجي نحطها يمينا لأن هذه كتبتل نحن المغربة وهذه كأس العالم دي نحنا لعبنا الدومي فينال في قطر وليوم أخذينا الفينال هذا هو قد أول أول ومتخل في المشتوى ومتخل في لدرجة الهدفة ومتخلص لا تتسمع ليساً هناك ومن عندما نتحمي إلى الناس وأنني اعتمد من مريق والمتخلص عليها ومتخلص بإعิ pacing لأنني هم تشتگل من تترجم الناس ومن بعد أنني تتسمعها ومتخل صحيح فريط بنجسياً ومتخلصا بشكل أساسي إن كان من أجوة وي تلقى ليس منه ولكن أخلص شوير أنا أستم هدفة أنا جدًا جدًا أن يكون هنا فهو كمامحة ربعتني في المدينة الحالة ويجوري رابعة عن المعينة وهواموانوانوانوانواني وهو رابعة جداً وهو دهاية Jiangسك جreyved قبلاً أخذ بالموقع قد قد قبل أننا مرأة قبل قبل فقط الإنساني وهو مكتباً يأتون أن الأفريق فقيقة بالمعينة وأنت دهي وأيضًا جداً كما قلت كيلون كيف؟ شرف كبير قدمنا الفيلم في مراجن كان لأول عرض علامي جبنات أيضا جائزة لجلد التحكيم ولكن هنا في مراكش كان واحد واحد تخوف لأنه كان أول لقاء مع الجمهور المغربي شفنا بأنه في القاعدة كانت كرت الفعل جيد الناس فهموا الفيلم كانوا عندهم مزاف تساؤلات كيف هدرتوا مع الممثلين اللي ما عندهم بتجربة بينتوا بعض اللايزة كازابلونكا اللي ما مرمشناها في السينما دونك احنا كنا فرحانين أول جائزة بالنسبة لنا كانت ترد الفعل الجمهور المغربي وهذه الجائزة هذه تلجت تحكيم ستنبونيوس كما تنقولوا ما كناش متوقعين لأن الأفلام في المسابقة الرسمية كانوا في مستوى عالي احنا فرحانين جدا وفرحانين أيضا للأسماء المدير اللي تتوج بالنجمة الدهبية اللي أول مرة للسينما المغربي لنك سنة موفقة للسينما المغربي للحمد لله أظن لأن ممثلين عندهم واحد التمثيل ما تكونش دائما في الأفلام زيما بزافة الناس جال لجنة تحكيم قالوا لي كيفاش عملت مع هاد ممثلين بينوا واحد العرض اللي ما كناش متوقعينو كانت واحد لكي روزيتي واحد الناس ما ما كانت بالنسبة لي الفيلم المستوى للفيلم كان جاي بزاف من هاد الممثلين لأننا جابوا بزاف الحويج معندهم من القلب ديالهم من التجربة ديالهم اللي أنا كمخرج ما كونش غا نقدر نكتب دكشي اللي قدموا لنا في التصوير لذلك كان لعبوا دور كبير في هذا التصوير لذلك كان في لذلك كان لغاية شكرا ترجمة نانسي قنقر